اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جبر الخواطر ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويعفو عنهم يا رب جميل جدا دعاء جميل جدا وفعلا نحن متابعين مرات منسمع اجدادنا كانوا يدعوا دعوات ويذكار يذكروها دائما ويمكن لما نحن ندعي فيها ونتذكر متذكر اجدادنا الله يرحمهم جميل جدا ورسالة اخرى خلينا نشوفها عبر شاشتنا منال بتقول الذكر عند الافطار وصلة الارحم والتجمعات في رمضان من اجمل العادات فعلا وهي سنة ايضا نبوية شريفة ونشوف رسالة ايضا اخرى شكرا يا منال عندنا رسالة ايضا متابعين الكرام رح تظهر على الشاشة رانيا بتقول صلة الرحم والجمعات العائلية الجميلة مع الاهل والاصدقاء طبعا الكل يعني يجمع على انه العاد الاجمل والجميلة هي صلة الارحم في رمضان وتقارب الاهل واللمات العائلة قديش طبعا فيها جمعات جميلة وهي ورثناها يمكن من اهلنا واجدادنا خلينا نتابع ايضا كمان رسالة اخرى متابعين مونة اخر رسالة بتقول الحياة بطبيعتها عادات مكررة والحمد لله بتواتر صالحة وطبعا مش هون مش واضح عندي اذا ممكن نشوف وحديثها عفوا طيب بتقول طبعا صلة الارحم مع البنات والاخوات في رمضان واكل القطايف على السفرة قبل الافطار يعني اكل القطايف على السفرة قبل الافطار جميل جدا ويمكن عادات اهل نابلس نعم وهيها معلقة ويا ربي لا تحرمنا فضلك في كل رمضان شكرا يا مونة يعطيكي الف عافية فعلا فيه ناس بتبلش بالحلو بقولك انا جعبالي حلو يعني ابلش فيه والحلو على فكرة بفتح الشهية لانه الموالح والاكل المالح بسكر الشهية لكن الحلو بعد عشر دقائق من انه تناولها الواحد بيجوع وبياكل عشان هيك سنة انه نبلش بتمر على الافطار جميل جدا عادات كتيرة يمكن لو بدنا ندور ونفتش رح نلاقي عادات كثيرة في رمضان بتظهر يمكن فيه عادة كتير حلوة بشوفها عند الاطفال اللي بشارع عادة الفتاش اللي هو مؤذي يعني لكن هي عادة بتسير برمضان والاطفال بكونوا مبسوطين في رمضان يعني عادات العصائر اللي زي الخروب والسوس والتمر الهندي اللي بتطلع فقط برمضان وبتباع فقط برمضان يمكن ما حدا بتذكر يشرب سوس إلا برمضان يعني بشكر مشاركتكم متابعين الكرام وبتمنى دائما تشاركونا وتشيروا طبعا صفحتنا عم نشوف طبعا هلأ بعد شوي ظهر شاشة اليرموك اسم بيتكم عامر صفحة بيتكم عامر بتمنى تشيروا طبعا الصفحة وتعملوا لها لايكات وحتى يزيد العدد ويزيد عدد المتابعين وشكرا لدعمكم ومشاركتكم لهون متابعين الكرام بيكون انتهى مشوارنا في بيتكم عامر بتمنى بيتكم يظل عامر بالحب والطاعات والسعادة تقبل الله الطاعات ونتمنى لكم صياما مقبولا افطارا شهيا ويعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة